دكتور حدركة كلمت عن نقطة مهمة وفكرة اللقاحات الموسمية إن كان ضد الفيروس كورونا أو حتى ضد الإنفلوانزة طبعاً كورونا في حالة الجرعات التعزيزية أو ضد فيروس الإنفلوانزة بس للأسف مرة المليون هنتكلم عن الحقن الغير معروفة اللي بتبقى موجودة في الصيدليات اللي بيتم أحياناً النصحة بأنه الحقنة دي هي تمنع الإصابة بفيروس الإنفلوانزة طول الشتاء رأيي حضرتك؟ سموها يعني ما ليش أسود بس على كلام جمانة كوكتيل يعني تروح مثلاً لدك لا ليه أسمي مختلفة حاجة كده يعني هتحميك يعني تمام خلينا ندعب الناس يعني هم بيطلقوا على أي خليط دلوقتي بقى اسمه ساكلانس يعني يحطوا أي بخلوط على بعض وكده بيقولوا عليه ده كوكتيل أو ميكتر أو ساكلانس باللغة الدارجة دلوقتي للأسف طبعاً أنه الحقن دي ضرة جداً ضرة لأنها لا تقدم الحماية دي نمرت واحد نمرت اتنين وكمان مش بتعالج لأن احنا زي ما قلنا أنه المسبب الرئيسي للأعراض الموجودة هو فيروسات والحقن هي عبارة عن خليط من مضادة حيوي ومسكن وكورتيزوم المضادة الحيوي هنا بيتاخد مرة واحدة دي ثابتة يعني الخليط ده أو الميكتر ده ثابت يعني طبعاً هو بالثابت هو كل واحد بقى بيحاول يبدأ يعني يحط نوع من المضادة الحيوي اللي مش معروف أو الجديد أو حاجة زي كده للأسف أنه المضادات الحيوية بيساء استخدامها بشكل كبير لأنه المضادات الحيوية لازم تتاخد بالجرعات المناسبة للمدة المناسبة للفترة المناسبة على حسب ظروف الشخص يعني إذا كان هو طفل أو مراعة حامل أو بتردع كبير أو صغير بيعاني من مشاكل صحية ولا لا فبالتالي لازم مراعاة كل الاحتياطات اللازمة أثناء إعطاء المضادة الحيوي ومرة واحدة غير كافية لأنه مرة واحدة ده اللي بيحصل أنه أنه إحنا بنساعد على تكوين بكتيريا مقاومة للمضادة الحيوي وهنا دي أصبحت مشكلة كبيرة لأنه البكتيريا الموجودة دلوقتي استجابتها للمضادات الحيوية أقلت ومنظمة الصحة العالمية الحقيقة بتنادي أو بتسرخ من هذا الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية حاجة تانية اللي هي المسكنات والكورتيزون الكورتيزون طبعا معروف أنه إذا استخدم في غير محله ممكن يبقى له أثار جانبية هو بيرفع السكر وبرفع الضغط وبيجيب قرحة المعدة إذا استخدم غلط والمسكنات أعطاها عن طريق الحقن الوريدي ممكن أنها تكون ضرة جدا منسبب طبعا مشاكل في الكبد والكلا والأوعية الدموية وممكن تعمل حساسية قاتلة وبعض الناس فعلا حصل لهم وفيات نتيجة استخدام الحوانة